نعم أيضا ربما يعني يكون هناك شيء آخر اللي هي قضية أن بعض الناس احتراما لشهر رمضان فإنه ربما يكثر من بعض المعاصي في شعبان وكأنه يعني يعني يتهيأ لأنه سينقطع أنا لا محترم لا رمضان ولا شعبان حتى أنه مش يعني يشتهر مثلا في السودان يعني مش في اليوم الأخير يقول لك خم الرماد نعم لا هؤلاء ما فهموا يعني معنى الصيام وإلا حقيقة يعني من قدر الله حق قدره فإنه يتهيأ لرمضان بالتوبة النصوح وبتغيير العادات التي يعني اعتادها لذلك الصيام في شعبان من باب تغيير هذه العادات بحيث إن الإنسان حتى لو كان مبتلا ببعض العادات السيئة كالتناول التبغ أو السفة أو غير ذلك من الأشياء المحرمة فيما يعود نفسه من شعبان على التقلل منها والانقطاع عنها بحيث إذا دخل رمضان تكون التوبة عليه أسهل والأوبة إلى الله أيسر والإقبال على الله عز وجل أكثر رجاء نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر